قالت منظمة هيومان رايس ووتش في آخر بيان لها أن عددا من الأسر الأيزيدية رحلت من إقليم كردستان قصرا وهددت أخرى بالرحيل بسبب مشاركة أقارب لهم في قوات الحجد الشعبي مشيرة إلى أن قوات أمنية كردية أعادت عددا من العوائل النازحة في المخيمات إلى سنجار مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثل عقابا جماعيا للمكون الأيزيدي في الوقت الذي اعتبرته شخصيات أيزيدية خروجا عن الأعراف والقوانين الدولية من الناحية القانونية ليس قرار عادل ومن الناحية الدينية أيضا ليس قرار عادل لماذا يتردون وأهلنا التحقوا بالحجد الشعبي ويقبلون ناس آخرين وأهلهم مع داعش لا مكان في كردستان لمن ينخرط في الحجد الشعبي التابع للحكومة العراقية بحسب نواب كرد ولا مجال لتسامح معهم في هذا الجانب بحسب تعبيرهم ليس فقط الإيزيديين لكن أي شخص كردي من الأربيل من سليماني ينخرط مع الحجد الشعبي فهناك لا مجال له في أن يعيش في الكردستان وفي إطار ما قد يحدث مستقبلا لمكونات كردية أخرى ينخرط أبناؤها في الحجد الشعبي متواجدة في الأقليم من بينها شريحة الكرد الفيليين أعربت شخصيات في هذا المكون عن أملها في عدم لجوء الأقليم إلى أي إجراءات انتقامية بهذا الخصوص لا سيما وأن للفيليين دور في الحركة الكردية وقد انخرط أبناؤها في البياشمرق ولا زال لهم دور واضح في خدمة القضية الكردية داخل الإقليم كردستان البياشمرق عندنا فيلية عندنا في جبهات يقاتلون جنبا إلى جمعها مع قوات البياشمرق ضد إرهاب الداعش وهذا شيء طبيعي إذا يكون في بغداد ومنظمي إلى حيش الشعبي يشار إلى أن بيان هيومان رايس ووتش قد أشار إلى أن قوات أيزيدية قد أدمجت في الحجد الشعبي خلال الفترة الماضية تحت مسمى كتائب أيزيد خان وهي تسيطر حاليا على مواقع عدة في مناطق من قضاء سنجار يوسف المندلاوي الحرة